ناس كتير بدأت تسأل هل الساعات الزكية اللي بتقيس معدل ضربات القلب وضغط الدم وتشبع الأكسجين وأحيانا نرسم القلب هل الحاجات دي دقيقة ولا لا؟ فالحقيقة ان في بعض الدراسات اتعملت على الساعات الزكية دي ووجدوا ان هي دقيقة فقط في معدل ضربات القلب لكن ليست بالدقة الكافية لقياس ضغط الدم ولا حتى تشبع الأكسجين ده احنا نفسنا في المستشفيات على المونتر الكبير ساعات بنشك في القياس بتاعه ونقيس منول بالجهاز الزقبقي زي ما احنا عارفين فدقة الساعات الزكية في قياس الضغط وتشبع الأكسجين لا يعتمد عليها بشكل كافي أما بالنسبة بقى لنقطة رسم القلب فهي أصلا مش بترسم رسم قلب بالشكل المعروف رسم القلب ده بنحط مجسات ستة على صدر المريض واربعة أو تلاتة على الأطراف بتاعته وبيطلع لنا اتناشر ليد في رسم القلب لكن الساعة دي فيها مجس واحد فقط ويعتبر بتطلع لنا ليد واحد فقط فليس رسم قلب بالشكل المعتاد وطبعا دي مش هتفدنا إذا كان فيه جلطة في القلب أو حاجات كتير جدا في القلب فهي يعتبر مش رسم قلب هي مجرد بس حاجة تعرفك انتزام ضربات القلب حاجة زي كده مش أكتر فانت لو هتشتري الساعة دي عشان بس تحسب خطواتك والبرامج الرياضية اللي عليها والحاجات دي فما فيش مشكلة أما لو هتشتريها عشان تعتمد عليها في قياس ضغط الدم أو رسم قلب أو تشبع أكسجين فأنصحك بلاش ولو إن مع المستقبل يمكن ينزل حاجات متطورة ويعتمد عليها والدراسات تزبط كفائتها لكن لحد دلوقتي نفيش ودومتم في أمان الله